السلام عليكم ورحمة الله سنشرح هذا الوضع من أوضاع نهايات البيادق موضوع المقابلة هذا الوضع يبدو أن الأبيض في وضع يائس جدا ولكن في الحقيقة هناك طريقة للحفاظ على الدور وأخذ نصف نقطة للأبيض فرصة واحدة نقلة واحدة تستطيع أن تحفظ الدور هل تستطيع أن تعرف ما هي؟ أوقف الفيديو قليلا وفكر طبعا معظم اللاعبين في هذه الأوضاع سوف يلعبون كي جي ثلاثة أو كي اف ثلاثة الواقع أنه نقلتين فاشلتين فكي جي ثلاثة سوف يلعب الأسود كي اي خمسة ورح ياخذ المقابلة الوترية وبالتالي رح يخسر الأبيض فبعد رح يلعب كي اف ثلاثة رح ياخذ الأسود المقابلة المباشرة كي جي ثلاثة ورح تبدأ عملية الالتفاف كي اف تو كي اف ثلاثة ورح يسقط البيضق وحتى لو لعب كي اف ثلاثة رح تبدأ عملية الالتفاف على البيضق ويسقط البدق وبالتالي يخسر الدور لما اذا لعب كي اف ثلاثة فا نفس الغلطة كي اف خمسة ورح تبدأ عملية الالتفاف على البيضق اذا نجد على الوضع الأساسي ما هي النقلة الصحيحة النقلة الصحيحة هي كي اف دو شو الفكرة من هاي النقلة الفكرة من هاي النقلة هي منع الملك الأسود من الاقتراب المحافظة على المقابلة اذا استطاع الملك الأسود الاقتراب فان البيضق في اتش البيضق في اتش اربعة سوف يسقط بالتأكيد لذلك الطريقة الوحيدة للحفاظ على الدور هي منع الملك الأسود من الاقتراب وهذه الخطة بكل اوضاع من هذا النوع منع الملك الأسود من الاقتراب طبعا النقلة الوحيدة التي تحقق ذلك هي المحافظة عن المقابلة وهي كي اف دو فاذا اراد الملك الأسود المناورة واخذ المقابلة الطويلة كي اف خمسة فسوف يلعب الأبيض كي اي تو طبعا لا يستطيع يلعب اي نقلة اخرى غيرها مثلا انزل لعب كي جي تو رح ياخد مقابلة الوترية كما قلنا منذ قليل او كي اف دو فرح ياخد مقابلة المباشرة والتالي رح يخسر اذا كي اف دو فاذا لعب كي اي تو رح يرجع الوضع مثل ما كان واذا حاول الملك الاقتراب طبعا رح ناخد المقابلة طبعا تقديم البيضق لان يقدم اي شي ويصبح الوضع تاها دول بسيط اذا اذا حاول الملك الاقتراب بالمقابلة نستطيع منعه نستطيع منعه انه يعمل اي شي طبعا لاحظ لا يستطيع الملك الاقتراب ابدا لذلك فهم فكرة المقابلة واختيار المربع المناسب لذي استطيع الملك الذهاب اليه والمحافظة على المقابلة هو نقطة السر في حفاظ على هكذا اوضاع وشكرا للمتعبا